السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أسعد الله أقاتكم أبنائي وبناتي بكل خير كيف حالكم؟ أتبنى أن تكونوا بأتم صحة وعافية بإذن الله معكم معلمتكم مناط صالح الغريب معلمة لمرحلة تأهيلية لطلابي وطالباتي في الصف الثالث تأهيلي فأهلا وسهلا بكم أبنائنا وبناتنا معنا في درسنا الاجتماعات عبر الانترنت في البداية أبنائي وبناتي نتذكر أنا وأنتم القوانين التي اتفقنا على الالتزام بها عند التعلم عبر قنوات عين التعليمية ومشاهدة دروسنا أولا أبنائي وبناتي علي أن أختر المكان المناسب للتعلم بعيدا عن الضجيج بعيدا عن التجمعات كذلك أن أدلس جلسة صحيحة وسليمة كذلك أبنائي وبناتي يجب أن تكون لدي معرفة بجدولي وأوقات التعلم المباشر سواء على منصة مدرستي أو عبر قنوات عين التعليمية ثم بعد ذلك أستعد وذلك بتجهيز كتاب مدرسي جميع ما يندمني القلم الألوان جميعها أعمل على وضعها قبل بداية الدرس تكون بجانبي وقريبة مني ثم أستمع إلى درسي بتركيز وأتابع الدرس حتى انتهاء الوقت المخصصي لا أبنائي وبناتي هناك رسالة خفيفة نرسلها إلى أولياء الأمور نطلب منهم التواجد أثناء فترة البث وذلك للتوجيه والإرشاد درسنا هو عن الاجتماعات عبر الأنترنت الهدف العام أن يتعرف الطالب والطالبة على الاجتماعات عبر الأنترنت أهدافنا التدريسية التي أسعى أنا وأنتم إلى تحقيقها بإذن الله أولا أن يذكر الطالب والطالبة ما هو الاجتماع عبر الأنترنت ثانيا أن يذكر الطالب والطالبة ميزة الاجتماع عبر الأنترنت ثالثا أن يعدد الطالب والطالبة مميزات الاجتماع عبر الأنترنت رابعا أن يذكر الطالب والطالبة أهم الإجراءات التي يجب الالتزام بها عند الاجتماع عبر الأنترنت خامسا أن يذكر الطالب والطالبة أهم التطبيقات التي تقدم خدمة الاجتماع عبر الانترنت سادسا أن يستخدم الطالب والطالبة ميكروسوفت تيمز للاجتماع إذن هذه أهدافنا التدريسية التي نسعى إلى تحقيقها درسنا يتناول ماذا؟ الاجتماعات الاجتماعات أول كلمة في الدرس اللي هو الاجتماعات ماذا تعني أبنائي وبناتي؟ تعني لقاء بين أعضاء لمناقشة موضوع ما يعني هؤلاء الأشخاص يجتمعون من أجل أن يتناقشون حول موضوع ما إذن الاجتماع هو عبارة عن لقاء أعضاء لمناقشة موضوع ما سواء كان يخص العمل يخص مثلا ممكن يكون اجتماع أسري ممكن يكون اجتماع من أجل العمل ممكن يكون اجتماع بين الأصدقاء إذن هو لمناقشة موضوع ما ماذا تعني كلمة عبر الانترنت؟ اجتماعات عبر الانترنت هذه توفر لك ميزة أنك تجتمعين ولكن عن بعد يعني ما تكونين مثل مصورة سابقة وجها لوجه لاحظنا في السابق أنه كيف يكون في الاجتماع يكون ماذا؟ يكون وجها لوجه الاجتماع عبر الانترنت يوفر لخدمة الاجتماع ولكن عن بعد بحيث أنه ما يحتاج أو ما يلزم أنك تلاقي الشخص وجها لوجه أي لا يلزمك مقابلة الأشخاص أو سواء كان شخص أو أكثر في الاجتماع ما يلزمك أنك تقابلهم وجها لوجه وإنما عبر اتصال الانترنت أنت في مكانك وكل واحد منهم في مكانك ويبدأ من خلالها الاتصال عبر الانترنت اللي هو خدمة الاجتماعات عن بعد يكون الاجتماع عن بعد لماذا عن بعد؟ لأنه كل طرف بعيد عن الآخر كل طرف في مكانه في مكان ممكن في منزله في مكان عملي المهم أنه كل شخص منهم في مكان بعيد عن الآخر ولكن مع ذلك تمكنوا من الاجتماع ومناقشة موضوعهم الاجتماع عبر الانترنت لو الاجتماع عن بعد نريد أن نعرفه نقول هو اجتماع بين شخصين أو أكثر اجتماع لازم يكون بين شخصين أو أكثر من شخصين يعني مستحيل واحد يجتمع مع نفسه ذلك اجتماع يكون بين شخصين أو أكثر من شخصين على أحد التطبيقات الإلكترونية التي توفر ماذا؟ هذه التطبيقات مو أي تطبيق لازم يوفر ميزة الاجتماع عن بعد يعني أنا باجتمع ولكن عن طريق الاجتماع عن بعد يعني ممكن أي تطبيق يوفر لي ميزة الاجتماع عن بعد؟ إذن هذا الاجتماع هو يعتبر اجتماع إلكتروني بين شخصين أو أكثر ويسمى اجتماع عبر الانترنت لأنه اجتماعا عن بعد أبنائي وبناتي أي تطبيق إلكتروني يوفر لك اجتماع عن بعد ويوفر لك أن تجتمع بين شخصين أو أكثر هذا اجتماع يسمى عن بعد أنواع هذه الاجتماعات اللي عن بعد أبنائي وبناتي فيه أنواع منها لاحظوا عندكم هنا في الصور ظاهرة إذن هؤلاء الأشخاص اجتمعوا عن بعد ولكن عن طريق الفيديو يعني ماذا راح يتقابلون لاحظوا راح فيه كاميرا تعمل وتبث مباشرة ورح تنقل صوت وصورة إذن شوفوا هنا الشخص قاعد يتقابل مع الأشخاص ويشاهدهم عن طريق اتصال فيديو اتصال فيديو مباشر ولكن كل واحد منهم في مكان ولكن قادر على مشاهدتهم والتحدث معهم مباشرة هذا اتصال ماذا؟ اتصال فيديو يعني فيه اتصال ماذا؟ مرئي فيه شيء يشاهده يقابل الأشخاص وجها لوجه مو وجها لوجه يقابلهم يشاهد الأشخاص فهو اتصال مرئي عن طريق الفيديو في نوع ثاني يكون صوتي فقط اتصال صوتي كنا مكالمة هاتفية ولكن بين شخصين أو أكثر من ذلك إذن هذا يكون ماذا؟ يكون صوتي استخدم فيها فقط المايك وما يكون فيه اتصال مرئي ما يشاهدون بعض فقط الصوت يكونون يتناقلونه ويتحدثون مع بعض في نفس الوقت يتبادلون فيه المناقشة موضوعي ما ولكن عن طريق الصوت كما قلنا هنا ما فيه اتصال مرئي ما فيه شيء يشاهده ما راح يشاهد الأشخاص اللي يجتمع معهم وإنما راح فقط يسمعهم مميزات الاجتماع عبر الانترنت أبنائي وبناتي أول ميزة في الاجتماع عبر الانترنت أنه الاجتماع عن بعد يوفر وقت وجهد ما راح يحتاج أنك تجهز قاعة للاجتماع راح يبدأ عشان تنتقل من مكان مثلا من مكان عملك بتروح من المنزل عشان تروح لجهة الاجتماع تطلب مشوار تحتاج سيارة ممكن يقابلك ازدحام مروري إذن كل هذا يطلب منك وقت يجب أن تبدأ قبله بوقت طويل تبدأ تستعد عشان تلبس وتنتقل من المكان اللي أنت فيه تركب سيارتك وتذهب لمكان الاجتماع إذن الاجتماع عن بعد يوفر عليك هذا الوقت ويوفر عليك الجهد لأنه ما يطلب لا وقت ولا جهد بالعكس ويوفر عليك الوقت والجهد لأنه في مكانك تقدر تجتمع مع الأشخاص النقطة الثانية المهمة في الاجتماع عن بعد أبنائي وبناتي وميزة يوفرها لكم أنه يمكن يحضر عدد كبير دائما إحنا إذا ردنا نجتمع بمكان نقول يوه المكان ما يكفي ما نقدر نلزم أشخاص كثيرين بالحضور ما نقدر ندعو أشخاص كثير لأنه المكان لا يتسع إليهم لأن وجود الأشخاص يطلب أني أنا أجهز لهم كراسي للجلوس وما إلى ذلك في الاجتماع عبر الانترنت الاجتماع عن بعد ما يحتاج يكون توفر قاعة إذن من ميزة أنه يمكن يحضر عدد كبير بدون ما يطلب مني جهد كبير خلاص من جلد اتصال بانترنت أنا أقدر أقابل أكثر من شخص يعني توصل إلى فوق المئة أبنائي وبناتي ليستطيع مقابلتهم في هذا الاجتماع اللي هو الاجتماع عن بعد لاحظتم؟ بدون ما أحتاج قاعة وبدون ما أحتاج أنهم يحضرون فقط عن طريق الاتصال أو الاجتماع عن بعد النقطة المهمة أنه سهولة تبادل المعلومات ممكن لو كنا موجودين في الاجتماع وكان الاجتماع وجها لوجه وتقابلنا رح يطلب مني أني أنا أجهز ملف لكل شخص وأقدم لهم هذه الملفات لهم إذن أنا يطلب مني أني أقدم ملفات لكل شخص أبنائي وبناتي خلال تتصالي أو اجتماعي عبر الانترنت أبنائي وبناتي تخيلوا أنا ما رح أحتاج هذا ما يحتاج أني أنا أسوي نسخ ما يحتاج أن أجهز ملفات سهولة نفس الملف اللي عندي موجود على الجهاز أنا أقدر أرسله لهم في نفس الوقت ورح يصلهم جميعا في نفس اللحظة بدون ما يطلب مني عناء أني أوجد نسخ لهذا الملف إذن سهولة أنا أتبادل معهم المعلومات سهولة أنا أتصل معهم لأنني أنا أشوف بشاهدهم سواء كان في اتصال مرئي صوت وصورة أو إذا كان اتصال صوتي فقط أسبع أصواتهم ماذا سنتعلم عن الاجتماعات عن بعد ما هي الأشياء اللي خلت الاجتماعات عن بعد هذه تنتشر بشكل أسرع أكثر وصارت الناس تستخدمها وصارت فعالة ومناسبة أحيانا حتى أصبحت الناس أحيانا ترغب بحضور الاجتماعات وذلك بسبب ماذا؟ لأنها أصبحت عن بعد ما فيها التزامات قوية أول نقطة أنه متطلبات الاجتماع عن بعد أبنائي وبناتي رح نتعلم متطلبات الاجتماع عن بعد طيب أنا الحين أنا أرغب الله هو يوفر علي الوقت والجهد أكبر عدد ممكن يحضر كذلك إنه سهولة تبادل المعلومات ولكن هناك أشياء يحتاجها الاجتماع عن بعد أول نقطة الحصول على رابط الاجتماع قبل بوقت كافي كيف يعني؟ أنا رح أجتمع قاعة هذه اللي تمثل الاجتماع هي عبارة عن رابط لازم أكون من رسلتها للجميع قبل بوقت مسبق يعني مستحيل أنا في نفس وقت الاجتماع أبدأ أرسلها لمئة شخص تحتاج وقت إذلك قبل وقت الاجتماع بوقت أبدأ أرسلها لهؤلاء الأشخاص والأعضاء اللي بيحضرون اجتماعي أرسل لهم هذا الرابط وهم بعد ذلك يستعدون لاستعداد لفتح هذا الرابط وتجهيز بياناتهم والدخول إلى هذا التطبيق ممكن التطبيق يكون غير متوفر على أجهزتهم فيكون عندهم وقت من أجل تحميل هذا التطبيق لذلك أول نقطة إذا بخلي اجتماعي عن بعد أبنائي وبناتي أقوم بإذا كنت أحضر إذا كنت أنا أحضر الاجتماع عن بعد إني أحصل على الرابط إذا كان أنا أبغى أعدى لازم أكون أجهز الرابط قبل بوقت كافي قبل بدء الاجتماع طيب أيضا إذا كنت أنا أحضر الاجتماع عن بعد يجب علي أني ألتزم أنه أكون ماذا في مكان هادئ هدوءا مكان هادئ أثناء فترة الاجتماع تخيلوا أنا الآن صح أنه اجتماع عن بعد صح أنا من ليس حاضرة ضمن المجموعة ولكن ليس من اللائق أنه أنا مشغل الاجتماع وأبغى أشاهد الاجتماع ومعي جهازي ولكن هناك مشكلة أنه عندي إزعاج فبالتالي أنا ما أسمع شيء وجودي مثل عدمي في هذا الاجتماع لا أستطيع أن أناقشهم في الموضوع ما أستطيع أن أنتبه للملاحظات التي تقال في الاجتماع لذلك علي أن أجلس في مكان هادئ الاجتماع عن بعد تماما يشبه الدرس الافتراضي الذي نتلقاه أنا وأنتم عبر قنوات عين التعليمية هذا الدرس شبيه تماما بالاجتماع علينا أن نجلس في مكان هادئ حتى نستفيد استفادة هامة نستطيع أن نكون قادرين على الاستماع قادرين على الانتباه أنه ما يمنعنا شيء من المشاركة حتى لو حبيت أشارك بصوت أو صورة يكون ما عندي إزعاج ما أسبب مثلا فوضى في هذا الاجتماع أثناء مداخلاتي إذن علينا البقاء في مكان هادئ أخيرا التأكد من وجود شبكة انترنت قوية على الانترنت مهم جدا يكون عندي شبكة انترنت قوية أبنائي وبناتي وصلت معكم إلى نهاية درسنا قبل أن نختم سأسألكم سؤالا سريعا الاجتماع عن بعد لا يلزم توفير قاعة حضور الاجتماع عن بعد لا يحتاج أني أوفر قاعة حضور ما رأيكم صح أو خطأ؟ أحسنتم إذن هذه الجملة تعتبر صحيحة الاجتماع عن بعد لا يلزم توفير قاعة لأنه سيكون عبر الانترنت استودعكم الله وقاكم على خير وعلمتكم منال صالح الغريب